موسيقى موسيقى عموما يرياضي يجب أن يأكون تكسكين ويجب أن يجب أن يحقّوا لكيون الأذيان أكتب أن يشوفهم أكثر المباشر بيكفي في العالم يجب أن يضبط في الحياة ويجب أن يزاكوهم يعني ممكن يسهلو في المدرسة يمكنه إلاقبوا ويعرفوا ويجري كويس يعني هما كده ونسكواش نفسه يعني يا يحيك السكواش مش بيعطلك ده بيخليك بني قدم ملتزم تقدر ترتب وقتك ما بين الرياضة وما بين المذاكرة آه بس هي ممكن المدرسة ممكن يعني بترخم الموضوع شوية الغياب بقى والحضور والكلام ده ولا بترخم الموضوع ازاي يحكيه المكلمة لهو لو فيه مدحان محتاج ممكن نشيل وقت من سكواش ونقض نذاكر في الحدة دي لو فيه حاجة اساينمنت كده مهمة محتاجين نقصر من ده ده محتاجين نحاول نعمل بالانس 50-50 50% سكواش 50% مدرسة وانت عارف تعمل التوازن ده ما بين ان انت تدي نص وقتك للسكواش ونص وقتك للمدرسة وده معناه ان انت بتلعبش اي لعبة تانية انت خلص مركز في السكواش اه انا سكواش دي الرياضة الرياضة الوحيدة اللي انا مركز فيها عشان انا جربت اصلا رياضات غير كده يا يحيك انا جربت سباحة وجيمناستيكس ده الوحيدة بس انا حسيت لهو سكواش اكتر حاجة اللي بتخليني مبسوط انا اصلا انا كنتش عاوز اعب سكواش من اول كنت عاوز اعب تانيس اللي دخلني في السكواش افتكر لي هادخل تمين مع اخويا اصلا دره اما انا دخلت انا كنتبعد سبع ساعات جوه الملعب مش عاوز امشي من كنتم انت حبيت انا كنتقعد سبع ساعات وباللي يعني اخويا كان بيتمرن تمينة وبيانو بعدها ماشيين انا كنت جوه سكواش كنتش باقلع من الملعب وبيخليني انا احس لنا عاوز اعمل ده اكتر عاوز اعمل سولو تانيس اكتر انا عايز سكواش طب علي قول اللعبة بالنسبه لك صعبة ولا سهلة انت البت عندك كله بيلعب سكواش فالمفروض ان انت بتشوف ده طول الوقت وفي الاول طب صعبة لسه مش عارف تلعب دي هتبقى سهلة تقدر تلعب في اي وقت اكتر حاجة انت كنت شايف ان انا يعني هبقادر على اللعبة دي ولا مش هبقادر عليها بسبب الموضوع ده مثلا انك شفته مع اخويتك مسألت مثلا التوفيق ما بين المذاكرة ولا انت يعني موضوعك ايه في المذاكرة يعني احكي لي كاي الدنيا ماشي ازاي بين المذاكرة والسكواش يعني يحيي قال انه ماشي نص ونص انا ماشي بس اتمرن دي بازاكر وديرا تمرن تتمرن كل يوم؟ ايه كم ساعة بقى في اليوم؟ ايه تمرين لبساعة ساعة وانت حبيب السكواش ولا انت لقيت اخوتك داخلينا السكواش فانت يعني اخلتهم قدوة ودخلت السكواش بقى انا اخوي الاول بدأ لعب السكواش حدثي اقولت اجرب العب معا دي هحبتها فاختي بتاخلي تلعب معا ومين اللي اقوى في البيت؟ الفريق الولاد والبنت؟ الولاد الولاد انت شايف كده ايه انا هسأل لان انا عارف ان هي كمان شطرة ايه طب ايدا بقول لي انت ازاي شايف اللعبة قصرت في شخصيتك هل ان البني ادم يبقى رياضي وبيحقق بطولات وزي ما احنا بتشوف كده كل العالم بيتكلم عن موسى لاح وابطالنا في كل اللعبات ازاي المصري ممكن ان هو يقدر من وهو صغير في لعبة زي السكواش وحي انتم حققين ده بشكل كبير العالم كله يتكلم عنه واسميت كون موجودة في بطولات كبيرة زي بطولة بريطانيا للسكواش وفي الاول سكواش هتبقى صعبة بس لازم تاخدها واحدة واحدة كل شوية كل تمرينة تتحسن بس ساعات بقى لما تكبر هتبقى مزنوق بقى في الوقت يعني تخلص مدرسة تتغدى بسرعة تلبس بسرعة تكلع الفتنس تخلص فتنس تروح على التمرين تهيقى شوية الجماد كده بعدها تروح تذاكر بعدها تعمل كده لمدة خمس ايام بعدها تريح الجمعة بعدها تذاكر الجمعة ما تريحش يعني تذاكر تاخدش اجهزة يعني في الجمعة بتخرجش مع اصحابك ما بتروحش العيلة يعني ساعات بخرج ساعات ما بخرجش يعني مش كل جمعة يعني بس يعني بخرج وبعمل كل حالة بتبقى زعلان بقى لو ما خرجتش يعني لو فتك عد ميلاد لو فتك خروجة وده اكيد هيحصل لانه عشان تبقى بطل ايوا فت عاملات كتير بس يعني طولهم معلوش انا كنت عندي حاجات مما كنتش فادي بس بقول لهم دم باش لو اصحابي في المدرسة اشوفهم كده مرة كلموا معلهم كل سنة والتطيب كده وانت راجع واخد مركز اول فاعتقد ما فيش حد يبقى زعلان منك لا لا لكل حد فرحانت فيها الحمد لله الحمد لله دايما نبقى فرحانين بيكو على طول تميم يحكيلي ازاي لعبت السكواش اثارت عليك وبتعمل ايه علشان تقدر توفق ما بين المذاكرة وما بين عدد ساعات التمرين اول حاجة امام تجاه اللي بتساعدني في كل حاجة بتخليني 100% في المذاكرة و100% في السكواش ما شاء الله تحية كبيرة يا جماعة لكل الامهات المصرية اللي بتخرج ابطال في سن صغير زي ده قادرين ان هم يرفعوا اسم بلدنا في بطولات كبيرة زي بطولة انجلترا تحية كبيرة لكل امهاتكم من القلب الحقيقة ولكل الاباء اللي داعمين جدا لولادهم وانا عارف ان هم معظمهم كان مسافر معاكم اللي قادر ان هو يسيب شغله ويسافر واكيد دا فرق معاكم نفسيا وجودهم في الملعب وجودهم ما بيشجعوكم فرق معاكم جامد طب يعني تحبوا تقولوا ايه المين النهاردة كل واحد فيكو يوجه كلمة كده لحد بعد ما حققتوا المراكز دي في بطولة بريطانيا ليلة سكواش تفضل انا اولا انا عاوز اقول على اهالي طبعا مامتي وبابايا واخويا اخويا كان بيساعدني لو كان بيلعب معايا سكواش كتير وبيزبط لي مشاكلي وبابايا بيعد معايا ممكن بيتفرق وبيقول لي ايه دا خلط ومامتي كمان من اكتر حاجات لو بتخليدي مبسوط فيها بتعرض معايا ممكن هي اللي بتقول ايه ماما اصلا نيوترشن السلوية بمتوبة الدايت كله وكان اعاوز تتاكي مي كوشيز كابتن عامر فاهيم محمود مكرم محمود يعكوب عبداللطيف كابتن عماد كريتم وكابتن مؤمن اعذرني لو انا نسيت حد واس ان شاء الله ان شاء الله يعني كلهم يكونوا سعداء بك ان شاء الله اكيد يا يحيا علي تحب تقول ايه المين النهاردة ايه الرسايل اللي انت عايزت تقولها النهاردة على الهوا بعد محوظت في البطولة ايه اشكر مامتي وبابايا واخويا اخويا كان بساعدني في بينزي معيا المشاكل اللي عندي وبابايا كان برضو بساعدني مشجعني مامتي كان بيتشجعني في كل حاجة واشكر الكابتن كل الكابتن الكابتن احمد خليل وكابتن احمد فاهيم كابتن انت ما شكرتش اختك انا خدت بالي انتو شكلكم كده رأسكم من رأس بعض مش قولنا ان اتلعب لازم هي كمان نوجه لها التحية خلونا ناخد دلوقتي على التليفون كابتن محمد سمير المدير الفني لنادي الشمس مساء الخير على حضرتك يا كابتن الف مبروك هدي الميدليات والحقيقة ابطال مشرفين وانا عارفة ان حضرتك كنت متواجد معاهم في البطولة وكمان كنت متمرن تميم اهلا بك يا ترى ايه السر ورا التقلق المصري في لعبة السكواش واستمرارية هذا التقلق ما شاء الله جير ورا جيل بنسبة ده والله الحمد لله احنا البطولة دي خدنا كل الالقاب كل مراحل السمية ما شاء الله والحمد لله ده مش حاجة غريبة على مصر احنا دايما متفوقين لكن يمكن دايما بيقولوا الوصول للقمة سهل لكن الحفاظ على ده هو ده الصعب وده اللي بتعملوه في السكواش يعني احنا دايما بنورد بقى لعبة سكواش للعالم كله بمواصفات عالمية زي ما هم عندهم 11 سنة و10 سنين وعدين بيقولوا ان الخصم المصري يتكاف منه ويتعملو الف حساب ويبقوا عايزين يجيبوا اي حد في الدنيا علشان يكسبوا المرش ده دي حقيقة فعلا احنا عندنا دايما مصر ولادة يعني دايما ولاد جيل ولا جيل زي ما حضرك بتقولي كده والسرف كده يمكن ان احنا عندنا ابطال وفيه يعني ابطال عالم علي فرق وزي مصطفى عسل وزي نور الشربيني وقابلهم كرانيم الوليلي يعني فيه ابطال كتير والولاد كل الولاد اللي بتبقى طالع بتتعلم من الناس دي ويقابلوا اهليهم ويعرفوا الطريق زي ما بيقولوا ايه ايه اللي مصرود نعمله فكله بيتعلم من كله يعني الولاد بتتعلم من العيدة والاهالي بتتعلم من الاهالي اللي عمناها ايه اللي مصرود نعمله فكله بيتحط اعتراك المصدود يعني بيقولوا بتلاقي واحدة ورا واحدة طبعا عندنا يعني مدربين كتير قوي في مصر الحمد لله يعني مطلوبين في كل حتة يروحوا فيها مدربين فعلا بيسافروا بجنون من برة وبيسافروا وكده طبعا ده نتيجة التفاوك المصري يعني الرهيب في اللعبة يعني اصدقك اتعمل ازاي يا كابتن في البطولة بعد ما مصر حصلت على العلامة الكاملة في البطولة كانت ردود الفائل عاملة ازاي والله يعني كانوا حيتجننوا مننا يعني طبعا شايفين اكتشاحت قريبا وعدين كل المراحل وغير ان احنا اخدنا كل المراحل احنا كان عندنا فيه ستة مراحل من العشرة كان الفاينال مصري بس يعني اتنين مصريين بيلعبوا بعض ده بدي عادي في الاسكواش ده بنشوفه كتير في كل المراحل العمرية الحقيقة دي حقيقة دي حقيقة طبعا هما يعني كل الدول بتحاول يعني دايما بيعودوا يسألوا هما الناس دي بيعملوا ايه سانية واحدة يا كابتن بس عشان هما بيرغوا جمي ممكن نسمع كابتن من غير ما نرغي تفضل يا كابتن هما بره دايما بيسألوا يعني انتوا بتعملوا ايه وزاي بتوصلوا لكده والكلام ده جل الوستمر احنا عندنا هنا يعني كل العيب يعني عندنا في مصر من البلد الصغيرين دول كلهم هتلاقي ليه كوتش كتير مدربين سكواش ومدربين فتنس وفيه داكاتر التغذية ودكتور فيزيو وداكاتر التمنتل يعني المنظومة كاملة متكاملة رأيك ايه في الجيل ده يا كابتن وليه الامر يعني بيبقى بصدهرهم في كل حاجة رأيك ايه في الجيل اللي داخل ده النهار ده طبب انه مصري تحصر على علامة الكاملة في بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش تقول لهم ايه لا ما شاء الله عليهم يعني النتيجة خير عنوان بالكلام ده يعني السايسة وما شاء الله هم مكتسحين وان الاربع اللي عندك دول ما شاء الله يعني اضطان كلهم بيقطعوا بعد هنا في الضوطات اللي في مصر فطبيعي لما يطلعوا برا لازم يعملوا النتيجة دي يعني ما شاء الله عليهم يعني طب تميم تحب تقول حاجة لكابتن محمد اه طبعا كابتن محمد يعني هو كوتش بالاساسي بتاعي ربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي وان شاء الله اللي جاي احسن ديهم كلهم ويبضلوا كده ابطال لغاية ما يبروا بيسافروا مع البطولات البيس ايه زي اللعيبة الكبار كده علي فرج ومصطفى عسل وكل اللعيبة بطريق مؤمن وكل اللعيبة دي كلها يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد ثمير المدير الفني من يدي الشمس شكرا جزيلا على وجودك معي طيب كنا بنكمل كل واحد فيكو يقول رسائل لي مين ادم تحب تكون رسالتك لي مين النهار انا احب اشكر يعني كل حد اللي سعيدني بس هما قساني مني كتير قوي بصراحة احب نسكرون كلهم احب باشكر كابتن معتز كابتن عيد الاغى كابتن احمد شحاتة كابتن حسام شداد كابتن تامر عصام كابتن احمد حسني وعيلتي طبعا مامتي وبابايا واخويا واختي وخالتي ورايبي وجدتي وكل حد يعني نشكرهم جميع احنا نشكر كل القسر المصرية اللي بتحاول طول الوقت انها تخرجينا شباب زي الورد يفرحوا يشرفونا قدام العالم كله تميم تحب انها دا تقول رسالتك لي مين طبعا انا بتهيب بابايا كريم ومامتي وطبعا اشكر كل الكواتم بتاعي من كابتن محمد ساميلي لكابتن علي عشماوي وكابتن عبداللطيف وكابتن دكتور منتر دكتور شكري ومن ثاني وكابتن نادي طبعا كابتن محمود مكرم من ثاني من ثاني احنا بنشكر كل القائمين على لعبة لسكورس ومصر الحقيقة اشكر المدير الفني بتاع ودي ديجلة كابتن بيسو وكابتن كريم داربيش طبعا من ثاني مساء وكابتن زياد برضو مروني في النادي برضا احزا اشكره بيعمل معي مجهود منشكركم انتو على مجهودكم العظيم علشان النهاردة تشرفونا في بطولة بريطانيا مفتوحة للسكواش ونشوف المراكز الاولى الأربعة يعني كانوا معينا النهاردة وانا مصر تحصل على علامة الكاملة دا حدث تاريخي الحقيقة والجيل بتاعكم بيثبت ان احنا قادرين على التفرد ونفضل ملوك لسكواش طول الوقت ويفضل المصري في كل الحقيقة الألعاب نتمنى ان نشوف تعملوا نفس الحساب اللي بتعملوا في وجوده في ملاعب لسكواش مشكركم شكرا جزيلا على وجودكم على النهاردة يا ابطال يحيى وليد وعلي المعتصم وآدم رجب وتمين مصطفى شكرا نورتونا النهاردة كده مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا دايما نشوفكم على الفخير